طيب بيشرفنا الآن الزميل العزيز محمد الباز الحديث بقى عن أرقام مباراة اليوم بسأل خير يا محمد بسأل خير يا كابتن أيمان بسأل خير كباتن يعني هي الأرقام الفنية بتشهد تفوق لفريق مازمبي من ناحية الاستحواز وناحية التزديدات على المرمى الركنيات العرضيات وده مش غريب على الفريق الغريبة النهاردة كابتن أيمان في حاجته إن هم ياخدوا الاستحواز بالشكل دوت وده مش متعودين عليه مع فريق مازمبي في كل المباراة السابقة دائما قبل المباراة مظبوط يعني أمام حتى الفرق الكبيرة أمام سانداونز أمام حتى بيرامد سيناك يعني حتى مع عتلتكو كان فيه يعني مناصفة ولكن هم النهاردة كانوا غيروا طريقة اللعب غيروا الفكر كسبوا الاستحواز التزديدات الخطورة الانطلاقات واستيل عندهم المشاكل اللي احنا كنا عرضناها مع حضرتك قبل المباراة هنستعرضها برضو دلوقتي الإيجابيات النهاردة اللي هو نتيجة المباراة يعني قد تكون جيدة لصالح النادي الأهلي الإيجابيات إن احنا حفظنا على كلين شيت تسع مباراة حتى الآن من أول المجموعات لحد طبعا السيمي فاينال حتى الآن تسع مباراة منهم تمانية أه طبعا حتى في الدول التمهيلي كان مظبوط يعني تسع مباراة منهم تمانية كلين شيت يعني مصطفى شوبير خمسة منهم كلين شيت أرقام هذه إيجابية ستيل الأهلي أقوى خط دفاع لا خسارة حتى الآن استقبل هدف واحد في التسع مباريات كلها أرقام إيجابية حتى نتيجة زي ما قلنا نتيجة المباراة قد تكون إيجابية أو جيدة هي دي بس الحاجات الإيجابية كابتن أيمن إلى أن نستعرض مع بعض أرقام الفنية للمباراة ونقف عند بعض الأرقام حتى ونربطها مع التحليل الفني لحضراتكم والكابات إن قلتوا نتيجة انتهت تعادل سلبي 0-0 وده بتشبه نتيجة الزهاب مع بترو أتلتكم أمام مازينبي زي ما قلنا كابتن أيمن في المباراة سابقا استحواز 36% لنادي الأهلي مقابل 64% لمازينبي نفس الكلام في الشوط الأول استحواز الشوط الأول فقط كان تقريبا 65% لمازينبي 35% للأهلي الأخطاء 17% ويع فيهم النادي الأهلي 10% مازينبي أنا بقى عايز أفعل الرقم ده تخال كابتن أيمن أن الكابات أكتر فريق عمل أخطاء أو فولات في البطولة حتى الآن هو مازينبي تقريبا 20% خطأ بالمباراة الوحدة يعني في 8 مباراة السابقة وصلنا طبعا 116 خطأ النهاردة عكس الموضوع يعني 10 أخطاء أقل من النادي الأهلي وكان بيبقى أنهما فريق عايز يعمل حاجة عايز ينتهز الفرص والشراسة أو الاندفاع الهجومي اللي احنا شفناه عندهم الرقميات تسعة رقميات عندهم النهاردة انتهت مقرب تسعة رقميات لصالح مازينبي مقابل أربع رقميات للنادي الأهلي تسلل ويعنا مرتين في التسلل مازينبي مرة واحدة نكمل أرقام المحاولات والتسديدات النادي الأهلي بقى سبع محاولات منهم واحدة بس اللي راحت بشكل صحيح قد كان فيهم تسديدات طبعا حوالين المرمى ولكن على ثلاث خشبات واحدة بالنسبة دقة 14% كان عندهم النهاردة تسديدات كثيرة من مازينبي منهم ثلاثة ان تارجت وحنتكلم على تصديات حرس المرمى وبيعني الدقة عندهم كانت 19% الفرص هنا الفرص بشكل عام يعني فيه أربع فرص للنادي الأهلي بشكل عام عشر فرص لمازينبي بشكل عام ولكن الفرص الكبيرة المحققة اللي قد تترجم بنسبة 99% أو أكثر لهدف كان اتنين المازينبي لصالح طبعا واحدة لصالح النادي الأهلي الـ XG عند مازينبي النهاردة من واقع الفرص والتسديدات كان أعلى كان ممكن يصل لثلاث أهداف والحمد لله انتهت المباراة يعني بتعادل سلبي بالنسبة لنادي الأهلي قد يحرز هدف أو أكثر نهاردة أو هدفين يعني التمريرات الصحيحة هنا بقى كابتن آيمن حنوف أقل رقم أو أقل عدد تمريرات للنادي الأهلي 188 تمريرة صحيح هي أو تقف يعني 300 أو حاجة يعني أنا بتكلم على التمريرات الصحيحة لحاصة نهاردة النهاردة في 26 تمريرة طولية من مصطفى شبير أو من الكيكوف من مصطفى شبير دايريكت على الملعب كنا دايما نعتمد احنا عارفين طبعا إيه الظروف ظروف التمريرات القليلة النهاردة النادي الأهلي بظروف الملعب وده أكبر النادي الأهلي ان هو يلعب تمريرات قليلة جدا شرطة باص قليلة جدا ناحية التانية عمله 420 تمريرة صحيحة ديك طبعا من توتل 580 تمريرة يعني بس لكن الدقة عندهم 79 في المائة احنا برضو الدقة عندنا من 188 تمريرة صحيحة دقة 65 في المائة من كم تمريرة احنا 188 في المائة على تقبل 365 فوق 300 تمريرة النهاردة منهم 188 تمريرة صحيحة والدقة 65 في المائة نفس الكلام عندهم يعني نكلم في 400 تمريرة يعني نرجع تاني للأرقام فوق 400 تمريرة من أوت من فوق 500 560 تقريبا كابتن ايمن تمريرة الدقة عندهم يعني يعني 75 او 79 في المائة الأرقام هنا لو نكمل الأرقام هنتكلم على التمريرات الطولية كان عندهم هم غزارة فيها حتى العرضيات حتى الكروسات أو الدريبلينج يعني نرجع تاني للعرضيات عندهم 26 عرضية النهاردة 7 منهم بشكل صحيح بالنسبة 27 في المائة قلنا ان مازمبي أقوى فريق في البطولة حتى الآن من ناحية الكروسات وحتى الدقة ودايما من ناحية اليمين عندهم أو معظمها نادي الأهلي عشر يعني عرضيات منهم اتنين فقط بشكل صحيح دقة تصل لـ 20% الدريبلينج عند مازمبي النهاردة 9 منهم 7 بشكل صحيح بدقة 78 في المائة عند النادي الأهلي 8 وده طبعا لظروف الملعب وخمسة بشكل صحيح بدقة 63 في المائة تصديات حراس المرمى 3 تصديات حقيقين أو صحيحين شالهم مصطفى شبير النهاردة مقابل تصدي وحيد لحارس مازمبي خسرت الكرة أو كسب الكرة نهاردة خسرنا الكرة 43 مرة كسبنا الكرة وعملنا استرجاع الكرة بشكل كبير 112 مرة الناحية التانية هم برضو 119 مرة يعني بتعودهم على الملعب ان هم يدروا ان هم ياخدوا الكرة بشكل سريع بس الملعب ليه دور في الموضوع ده طبعا يعني ده بشكل كبير جدا لان احنا تشتيت الكرة عندنا كان اكتر يعني احنا كنا معظم الكرات في الخط الدفاع عندنا والخط الخلف عندنا اكبر رقم هنا حصل فيه تشتيت الكرة كان من نادي الاهلي بدغط تقريبا وصلنا ل 26 مرة شتتنا فيهم الكرة بسبب الضغط على بسبب الضغط من مازين بيعلي زي ما قال كابتن بلالو وصف الحالة اللي هي ممكن نربطها شوية بالارقام بداية المباراة كان الاهلي بلعب ضغط عالي بعد كده قلب للوبلوك بالتالي احنا كان عندنا فرص للتهديف بشكل اكبر مع بداية الشوت الاول كان فيها فرص كبيرة او كان هناك هجمات لو كانت اتعاملت بدقة اعلى كان هتشكل او نخلى منها فرص بشكل اكبر خلينا نستعرض مع بعض صورة حرارية بتوضح الاختراقات كانت منين عند مازين بيع بشكل اكبر وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل المباراة كابتن ايمن كنا بنقول دايما اكتر فريق عنده الاختراقات بتكون من ناحية اليمين من عن طريق ابراهيمة كايتة رقم اتنين اللي هو المدافع اللي دايما عنده اندفاع يعني كان فيه صورة قبل كده عشان قبل من خش في الحالات كانت بتوضح لنا ان الاختراقات من عنده من ارضة بالارقام من ناحية اليمين كان رقم كبير جدا وهو اكثر رقم لانهو عنده اندفاع طبعا هجومي مع الربط مع يعني نص الملعب زي بكل بنقول لكنزة الراجل اللي هو رقم ستة كان بربط معه مع فيل تراوري دايما بيعمله الخطورة من ناحية اليمين تمام ماشي ممكن نبص هنا مع بداية الشوط الاولاني الشوط الاول في الديئة يعني تريبا ديئة اربعة نفس الكلام احنا بنقول ان عندهم مشاكل دفاعية اندفاع بريما كايتة انهو بيسيب مساحات في الخلف يعني هو الكادر هنا مش واضح انه كان ممكن نرجع اه دي كرة بتاعت ويسامة يا كابتن اللي هو استخلاصها من نص الملعب وعملها نفسه من بين يعني يعني ترئيسة كده بينية وكملها وراح انفراض وطبعا ضاعت دي يعني نرجع للكادر يعني براحة شباب يعني هنا هنا حصل استخلاص لكرة بشكل سريع الكرة يا كابتن كان عندنا يعني نقف هنا هنا بتكلم على المساحات اللي في خط الظهر عندهم من ناحية اليمين اكتر فيه مساحات كبيرة جدا النهاردة ما كانش فيه تقدم لعبدالقادر فيها في الهاجمة دي فاستغلها طبعا ويسام وعملها النفسه بينية وكمل فيها وللأسف ان هو هو بيلعب بحرية امرتنين ده بيلعب بحرية بيلعب بحرية زيادة يعني زوم على حساب اداء الواجبات الدفاعية مظبوط وحتى ما فيش تغطية وراه بشكل كبير لان ان زي ما قلنا لكونزة اللي هو ده تم بيزيد معاه ومعندهمش التغطية العكسية سريعة كانت زيروا بالنسبة له وده اللي احنا استعرضناه مع حضرتك قبل المباراة من مباراة كثيرة جدا امام بيراميدز امام سانداونز حتى امام بيترو يعني ده اول حاجة شوفناه المهاردة في الديئة 3 طبعا في اول السواني المباراة كان فيه هجمة خطيرة جدا ولكن احنا عايزين نركز على الحتة اللي هي بنتكلم فيها ناحية اليمين عندهم او ناحية الشمال عندنا احنا يعني وجود عبدالقادر او بعد كده ان شاء الله في مباراة العودة فيه فرص كبيرة جدا نجر برضو الحالات نفس كلام هنا دي كانت تعتقد اكرم تم الاستخلاص بسرعة وخدنا الكرة يا كابتن نايمن شوف هنا فيه ارتداد هجومي سريع جدا ناحية الشمال فيه شوارع يعني الفرصة دي ممكن ماكنش اربعة لاثنين اربعة لاثنين وماكنش ممكن الناس كلها ركزت فيها من سرعة الهجمة كان عبدالقادر لوحده تماما ناحية الشمال برضو فين بقى بريمة كايتة فين الناس اللي بتغطي عندهم زي ما قلنا زيروا فبالتالي كان عندنا فرص كبيرة جدا دي خدا طبعا عبدالقادر وللأسف ضاعت كتف ديئة واحدة وعشرين يعني المتخيلين الزيادة العددية وناحية الشمال عندهم او ناحية سوريا اليمين عندهم اللي هي الشمال عندنا كانت فاضي تماما ده مثال تاني انا بقول في الكرة دي لو اكرم توفيق بس طبعا عندي عشان صورة سابتة وهو ماشي كده والناس بتجهى لو افكروا عمالها ناحية المواجهة اعتقد الكادر حضرتك بتقوله في الصورة اللي قبلها يعني لو الشباب نرجع الصورة اللي قبلها من هنا كابتن اعتقد انت نكمل نبدأ نكمل هنا كان ممكن اه زي ما حضرتك تقول كان فيه اكتر من او اكتر هو لعبها برضو العبدالقادر كان متأخر شوية ولكن برضو ما حصلش الترافت يعني مش الترافت قوي بس يعني نقصد مخدامت سوزم قوي اه جناعت شوية مزبوط يعني نفس الشكل نكمل برضو نجر الصور يعني هي نفس الكلام هنا برضو كابتن عيم بس كابتن نفس الكلام حصل استخلاص الكرة في ديئة 25 بعدها يعني بديتين ثلاثة نفس كلمة عبدالقادر هنا مساحات كبيرة جدا في خط الخلف من ناحية برضو الشمال ده شكل متكرر اه كرة برضو جناعت شوية ما تلعبتش بشكل صحيح هو ده اللي احنا عايزين نقوله لان الاختراكات النهاردة الارقام بتقول لنا ان اختراكاتهم كانت من ناحية اليمين بقى رقم كبير جدا وده بيسيب المساحات دي ده نربطه بالمباريات السابقة عند مازينبي نفس الشكل ده متكرر بشكل كبير جدا وان شاء الله نستغله في مباراة العودة بشكل كبير جدا لان هو ده الاتتتود بتاعهم زي ما بنقول يعني هو ده سلوكه هو ده طريقة لعبهم سلوكه داخل ارضه وخارج ارضه اه ده احنا شوفناه حتى داخل ارضه ونفس الشكل التقرق لا خارج ارضه بقى اه وخارج ارضه هل بيبقى فيه تغيير ولا بيبقى عن نفس النمط ونفس الرتم ونفس الاسلوب هو نفس الاسلوب من الباك اليمي لا انا عارف ده بيعبى قرية غريبة جدا في الجوة الارضه او خارج ارضه اما نمط للفريق بشكل معين تقدر تقول انه بيلعب كورة بشكل معين انا ما شفتهاش يعني النهاردة قد يكون هو الافضل من ناحية التاكتيكية من ناحية الاستحواز من ناحية التمريرات حتى انه صنع فرص وعمل عرضيات خطير المباراة السابقة ما كانش فيه نمط سابت يوضح طريقة لعب معينة لهم او خطورة معينة ولكن دايما كانت تتركز ناحية اليمين زي ما قلنا ما بين التلات لعبين دول هنا بقى الامثلة كتيرة جدا لو نجرب سرعة لحد يعني شوت التاني نفس الكلام برضو بنطع الكورة هنا عبدالقادر ناحية الشمال واقف لواحده تماما وكان فيه فرصة انها تتلاعب اكتر دي الكورة برضو تلعبت لتاو في النص كان ممكن تتلاعب بينية او ناحية اليمين برضو هنا كابتن كانت الموضوع فرص كتيرة جدا كان ممكن نخلق فرص اكبر ويعني ونشكل خطورة وبشكل اكبر ونحرز اهداف ده اعتقد برضو في الشوت تاني اعتقد الكادر التاني كان هناك ناحية الشمال كان برضو فاضي او يعني كان فيه اكتر من اوبشن هنا اعتقد يعني هو استعجل فيها يعني التحرقات برضو برضو نريكور هنا عندهم زيادة عددية هو كابتن ايمان ولكن انا قصدي ان احنا كان عندنا فرص كبيرة جدا ولكن انت وصلت ديها 57 كان الباور شوية مع ظروف الملعب كانش بنقدر نخلق الزيادة العددية في الناحية الهجومية ده بس بشكل عام كده ولكن اعتقد النهارده بالمباراة ديت وصلنا للمباراة رقم 18 او 19 بلا هزيمة مع مارسل كولر ومتفقين ان المشوار الافريكي حتى الان لا هزيمة فيه ارقام ايجابية وان شاء الله يعني نخلص المباراة العودة بلا هزيمة برضو ونسعد للفاينال ونكمل ارقام الاجابية ان شاء الله شكرا جزينا شكرا كبتن